لا يا حبيبي أنا مش هاحضر الزفة الكدابة اللي عملتها أمك دي يا ابني والله العظيم دي مش زفة كدابة أمك ما بتعملش كده عشان تتسطر على البيت وخلاص لا والله والله العظيم الواد معجب بها بجد بيحبها هو جاء اعترف لي بالكلام ده وقال لي إنه معجب بها من أم شافها بس يعني هو خاف يجي يكلمنا في موضوع الجواز ده عشان عارف إنه محدش هيوافق برضه أنا مش موافق إنت بقى عايز تغير لنفسك من جاوزت أخوك من البيت الصاعة دي أنا مليش دعوة بيت صاعة؟ آه تصدق صح أنا فاتتني دي يا حسن؟ هي هي دي اللي فاتتك؟ يعني فرق النسب والمقامات فعلا إزاي أخوك هتجاوز بيت صاعة زي دي؟ وإنت هتتجاوز بانتزاوات تجي تسمعني برضه نفس الستوانة بتاعت أمك دي مش استوانة أمك دي استوانتك أنت يا حسن هو مش الكلام ده أنت سمعته زمان من سلو الشهاوي؟ مش جات برضه وقالت لك أنا بحبك وبابا موافق عليك ومايفرقش معاو وضعك الاجتماعي ولا حتى شغلانت أمك وبوك بس يا خلي بس إنت بقى يا حسن وكفية تفتح في جرحك القديم؟ يا ابني هو مش إنت اللي نصحتني وقلت لي بعد عن جنة بنت سالم زهران وقلت لي اسمع من أخوك الخبرة سالم زهران ده حبسك وكانا يضمى لحياتك إن ما أنا عم جابر عمل هي عم جابر تاني يا حسن بتقول عم جابر ومصدقها؟ أعم صدقها وجرح القديم اللي انت بتتكلم عنه ده علمنا أقرأ الناس وأنا شايف إن جابر وبنتو بيحبوني طب وإنت بقى بتحب شريم بجد؟ أه بحبها ومش لازم يعني أبام مساهوك زيك عشان أثبتلك إن أنا بحبها مساهوك؟ أه مساهوك يا خدم وسالم زهران ده لو كان وافق كنت هتترمي في حضنهم زي المجنون حتى لو أمك مش موافقة برضو كنت هتعمل اللي انت عايزه فبلشوا النبي بقى عم خالد تعمل فيها الإبن البهر عشان تعرف كويس ألو إن أمك كبرت ودماغها غرفت وتعبانة لا لحد كده وكفاة بقى يا حسن تقلط فيي أنا وحتى لو مديت إيدك عليها مش هردها لك إنما تقلط في أمك لا أنت أخويا ولا عايز أعرفك لا أنا أخوك لا عايز تعرفك ولا عايزك تحضر الفرح بصراحة بقى ما يشرفش أمك إن يحضر الفرح واحد بيتكبر عليها وبيستعر منها